وظيفة السلاح هي القتل بالأصل تم اختراع الأسلحة لقتل البشر و لقتل الحيوانات أيضا لكن بعض الناس أوجدوا لها وظائف أخرى كالتفاخر كالاحتفال مثلا من أنواع الفرح لدى الأردنيين هو فوز مرشحيهم بالانتخابات النيابية والتي ظهرت نتائجها الأولية مساء أمس وكانت أحد أوجه التعبير عن الفرح مسيرات في الشوارع هناك سيارات وإطلاق زمامير وإطلاق أعيرة نارية في الهواء في محافظة معان الجنوبية لم يكتفي المحتفلون بمشطن أو اثنين في الهواء من مسدس صغير فاحتفلوا هكذا يقولون خاوة أي أنها غصبا عنكم أنها بالإجبار بالنسبة لما رأيتموه في هذا الفيديو فهناك مخالفتان أولها إطلاق النار فهو ممنوع في الأردن لكن المخالفة القانونية الثانية هي أن هذه الحفلة النارية أقيمت بعد دخول البلاد الحضر الشامل لمدة أربعة أيام بسبب كورونا إذن الشباب الصناديد الذين يطلقون النار في الهواء خالفوا القانون وتجمعوا أيضا في فترة الحضر طيب ما رأيكم بما هو أخطر من ذلك بكثير انظروا لما يفعله هذا الطفل تباينت ردود الفعل حول الفيديو وما خلف من نتائج الانتخابات من خرق للحضر وإطلاق النار عمران يقول هذا يدل على أن حياة الإنسان كم هي رخيصة عندنا ولا تستبعدوا أن يفقد شخص حياته بسبب عن جهوية البعض وخطأ بسيط من طفل وبالآخر تتمجدوا بشعارات الإنسان أغلى ما نملك شعب مش عارف كيف بده يموت بكورونا أو برصاصة طائشة حسن الكيلاني يغرد قائلا حسن مش فاهم وين الغلط النواب الناجحين اللي طلعوا يحتفلوا بالشوارع ضربين الحضر بعرض الحائط مستقطعين القانون والدولة وهيبتها قلم قاين الدولة اللي تاركتهم يبهد لهيبتها وقاعدة تتفرج اللي قاعدة تعلم الشباب كله أن الناس قدامها خيار وفقوس حدا فوق القانون وحدا تحته بالنسبة لهذا الحساب الذي يسمي نفسه دعاء لا ليس الدعاء سأصل إلى دعاء لاحقا لكن قبل أن أصل إلى دعاء تقول مثلا طبعا مديرية الأمن والأمن بشكل عام في الأردن تتبع وأثبت أن هذا الفيديو للطفل في معان وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام جرى ضبط والد الطفل وبوشرة تحقيق معه وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية بما يضمن حماية الطفل وعدم تعرضه للخطر في المستقبل هناك من غرد قائلا تقول دعاء المشكلة كيف وصل مثل هذا السلاح القاتل ليد الطفل لأنه الولد صغير كان قتله أقل شيء عشر أشخاص ليش الاستهتار بأرواح الناس لدينا تغريدة أيضا من دعاء وصلنا إلى دعاء لدينا سارة سارة تقول سارة إظهرية سارة في معان قاعدين يصطادون الفيروس وهو طير بالجو بالكلاشينات يعني بالبواريد الروسية وعلموا أولادهم الجهل كمان بالنسبة لآخر تغريدة أتوقف عندها من علاء يقول مش المهم تم ضبط السلاح المهم هل قانون لأحداث ينطبق على الحدث وما هي الإجراءات المتقدة بحق أبو الولد أكيد راح ينام ببيت والليلة لأن القصة تعهد بإعادة بعدم إعادتها وسلامة سلمك الخبر فقط إبري لتهدئة الناس لا أكثر بعد انتشار الفيديو شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها